هذا وفجأة ومن دون سابق انذار اندلع بين عشرتين في قضاء الإصلاح بمحافظة ذيقار اشتباكا مسلحا بالأسلحة الثقيلة أسفر عن سقوط ضحايا منهم مدير استخبارات المحافظة مسؤول محلية ذكر أن الخلافة الأزلية بين عشرتي آل الميضة والعمر سببه التنافس على المناصب في الحكومة المحلية في المحافظة ورغم تدخل وفد من مرجعية الدينية في النجف لرأب الخلافات بينهما قبل مدة إلى أن النزاع اندلع مجددا وبشكل أشد ضروة وبدوره تعهد محافظ ذيقار مرتضى إبراهيمي بتطبيق القانون والوقوف مع الأجهزة الأمنية في أداء مهمها مؤكدا أنه لن يسمح بأن تمر هذه الحادثة دون الوصول إلى القتل ليأخذوا جزاءهم العادلة وأن دم الشهيد العميد لن يذهب سدى ترجمة نانسي قدر